عن مستشارة تعقودات في النادي الأهلي بشمهندس إزاي حضرتك؟ إزاي كانت الإسلام ومعاك الوافد الجديد مجدي إحنا لسه هنستقبله بعد قليل يا بشمهندس آه لسه مجايش آه طبعا بس أكيد هل يكون بإذن الله يكون إضافة قوية وكل أحلام وأحلام هو طبعا بينتظر أو منتظر إن شاء الله نحنا نكون معاه بعد قليل ولكن أولا بشكر حضرتك جدا النهاردة على إتاحة الفرصة لجمهور النادي الأهلي أن يكون محمد مجدي أفشا متواجدا على شاشة قناة النادي الأهلي من خلال برنامج صهرة معه فده أولا بشكرك عليه ثانيا منظمة الأمم المتحدة وتكرمها للنادي الأهلي للفنون طبعا وتكرمها للنادي الأهلي تحت شعار النادي القدوة وتكرمها لأحد رموز النادي الأهلي المهندس عدل القيعي كأب قدوة للجميع إيه رأيك في هذا التكريم يا بشمهندس؟ هو أنا أقول حضرتك هذا فضل أنا فجأت باتصال تليفوني من حوالي ثلاثة أسابيع أيو دكتور نبيل وزيق قال لي أنا يعني دكتور نبيل من اليونايتد نيشن وإحنا محتمين بتكريم يعني على هامش أنه هم اسمهم يو إن أرس يعني للفنون بكرموا الرموز الفنية وآآ يعني التدوية تمه بنموذج الأهب القدوة نعم ففجأت يعني إنه بشرفني إنه اختارني كأهد المكرمين كأهب قدوة يعني على اعتبار آآ في مشوار آآ بين المسؤولين الرياضية آآ وأنا مفاهم إن العمل في الرياضة لابد أن يكون الإنسان قهدو طبعا فطبعا كمان بعد كده أهلولي والنادي الآلي له تكريم كان نادي القدوة هم فطبعا الفرحة بقت اتنين وآآ كانوا في رموز كتيرة بتتكرم النهاردة في اسكندرية هم بعد الفنادخ الكبرى نااا والحقيقة حفلة كان وقور جبران وآآ في كلمات وفي لكن طبعا النادي الآلي لما بيتو يجب بقى اهتمام تاني مزبوط مزبوط يعني كان فيه تكريم لبعض الموسيقيين الفنانين الكبار وابناء الكتاب الكبار بالنيابة عنهم اللي راحلوا ومن الوطن العربي آآ أحد كبار الأسماء في الخط العربي اللي عمل الكسوة الشريفة ايو يعني هو حفل معني بتكريم كل شخصية ابداعية آآ في في مجاله ولا علاقة بالفن بالإضافة إلى أنه بيكون بشكل فيما يعني أبو قدر ايو فطبعا ايو ده باستثاره وانا بعد شوات صور ارجو الناس كن آآ حطناها كلها على الهواء مباشرة مع حضرتك وحضرتك أنا أنا يعني حظي كواسي مطلعت مرتين السلم جايزتين يعني آآ جايزة آآ نيابة على النادي الأهلي شخصية جايزة بنيابة عن الناس دائما لما تقالي الأهلي القصة كانت سبعا آآ رائع يعني يعني ما لك استقبلت هذا التكريم كما يريخ بالنادي الأهلي دائما رموز النادي الأهلي أباش مهندس وحضرتك منهم طبعا بيتم تكريمهم بشكل أو بآخر وسواء بشخصهم أو باسم النادي الأهلي فده طبعا شرف كبير لنا ونحن نكون متواجدين في وسط مجموعة عمل الحقيقة محترمة زيك وزي بقية الناس اللي موجودة كلها كلكم بالنسبة لنا قدوة ورموز بالنسبة للنادي الأهلي ودي حقيقة أن هم يختاروا المهندس عدل القاعي أحد الرموز وأحد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي مش عايز أقول أكثر من كده ولكن بالنسبة على الأقل لكل جمهور النادي الأهلي للمهندس عدل القاعي قدوة بالنسبة لنا جميعا وكلنا نفسنا نبقى نصه حتى في طريقته في التفاوض وحاجات كثيرة جدا بش مهندس يا كابتن إسلام أشكرك وانت كنت واحد من إبداعاتي يعني ده شرف لي يا بش مهندس يعني اتعدت ورقتي الزمانك ولا ما أفكر الأمل أنك تيجي النادي الأهلي ما أنا بقول لها حالك ده شرف لي يا بش مهندس طبعا فأنت كمان ساعدتني جدا 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 برغبتك العريمة أنك تيجي النادي الأهلي يا فاندم ده شرف لينا مجرد التواجد داخل النادي الأهلي ده حاجة جميلة جدا وشرف لينا جميعا ودائما بنحتفل بحضرتك وبنحتفل بكل رموز النادي الأهلي فيعني يا بش مهندس لو حضرك عايز تقول حاجة تانية مش عايزين نسخل على الناس بقى لأنهم نفسهم يشوفوا بفك الجديد الكريم وبإذن الله يبقى إضافة كما نتمنى أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا القدوة والرمز المهندس عدلي القيعي طبعا ده كلامي أنا بحب جدا المهندس عدلي القيعي وعارفة ده هذا الرجل بيتفانى في حبه للنادي الأهلي ولكن